اتصدر اسم الفنانة الشابة ريم سامي محركات البحث وده بعض انتشار ثورة فيديوهات من حفل قطبتها على رجل الاعمال طارق هيمن في احد منتجعات الساحل الشمالي حفل قطبت ريم سامي ورجل الاعمال طارق هيمن بالرغم من خصيته الا ان حضره عدد كبير من الاهل والاصدقاء ونجوم الوسط الفني وكان من ابرزهم احمد زهر وبوسي شلبي وماجد المصري وادوارد وظهرت ريم سامي في حفل قطبتها بفستان قصير باللون الابيض مصنوع من اماشة دانتيل تميز قصته بحرف الفي من عند الصدر وبيه قرانيش من عند الصدر والاكمان ونصقت معه حزاء باللون الابيض مزينا بتطريز بس بعيدا عن كل ده الحفل كان فيه كذا موقف في الفرح كانوا حديث السوشيال ميديا اتصدرت الفنانة مي عمر مرات المخرج محمد سامي مواقع التواصل اجتماعي بعد ظهورها في حفل قطبت ريم سامي وتدور رواد مواقع التواصل اجتماعي مقطع فيديو للفنانة مي عمر وهي بتؤدي وصلة رقص مع العروسة ولقى الفيديو اعجاب الكتير من معجبي وجمهور الفنانة مي عمر وظهرت الفنانة مي عمر في الخطوبة بفستان اسود انيق قصير وفيه قرانيش من تحت قالت تقارير عن خطوبة الفنانة الشاب باريم سامي انها ضربت فيها كمية كبيرة من الالعاب النارية وقالت التقارير دي ان سعر الالعاب النارية اللي تم استخدامها في الحفل تجاوزت المائة وعشرين الف جنيه ودي تعتبر واحدة من اكبر الافراح اللي تم استخدام الالعاب النارية فيها نشرت الاعلامية بوسي شلبي مجموعة سور عبر صفحتها الرسمية على تطبيق تبادل السور والفيديوهات القصيرة انستجرام من حفل قطوبة ريم سامي وفي واحدة من السور اللي نشرتها بوسي شلبي ظهرت مع الدكتورة صابورة السيد وعضو مجلس النواب والد تريم سامي وظهرت الدكتورة صابورة في الفرح لابسة بلوزة بيج من الضنطيل وجيب بينك بس اطلتها دي عرضتها الموجة من سخرية الجمهور اللي قالوا انها ما توفقتش في اختيار اللبس اللي تحضر بيه حفل الخطوبة اشتركوا في القناة